موسيقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كنا في باب جوامع التوحيد في حديث كان مبدأه سؤال ذعلب اليماني عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك فأجابه الإمام عليه الصلاة والسلام بخطبة بليغة فيها جوامع مسائل التوحيد والمقطع الذي نريد أن نتكلم حوله في هذه الحلقة هو المقطع الختامي لهذا الحديث الشريف الإمام عليه الصلاة والسلام يستدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بصفات الممكنات لأنه الخالق لهذه الممكنات ويستحيل اتصاف الخالقي بصفات المخلوق فمن جملة الصفات التي يتصف بها المخلوقون المضادة بينها أو المقارنة بينها أو أن تتألف العناصر المختلفة أو تتفرق العناصر المتفقة الله سبحانه وتعالى ألف بين العناصر المختلفة مثلا جسم الإنسان مركب من عناصر مختلفة من الماء والحديد والمالح وهكذا مما يذكره علماء الطب ثم هذه العناصر التي هي كانت مختلفة والله سبحانه وتعالى ألف بينها بموت الإنسان يبدأ الجسد بالتحلل فتتفرق هذه العناصر مرة أخرى فالتآلف والتفرق هذه الصفة من صفات الممكنات نحن إذا علمنا ورأينا هذه الصفات في الممكنات نعلم بأن الله سبحانه وتعالى ليس بالجسم ولا أنه مركب من أشياء تتألف يتألف منها ولا أنه ينفصل عنه جزء كما تزعم مثلا النصارى أو غير النصارى من الذين جعلوا لله عز وجل ولدا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا فإذن الله سبحانه وتعالى لماذا خلق الخلق بهذه الكيفية لأنه أراد أن يستدل الناس به له بهذه الأمور يعني يرون هذه الأمور في المخلوقات فيعلمون بأن الخالق أجل من أن يتصف بهذه الصفات وقد ذكرنا في الحلقة الماضية أن الله سبحانه وتعالى جعل آياته في الآفاق وفي أنفس الإنسان فكل ما موجود في هذا الكون إنما هو لحكمه وإنما الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق هذه الموجودات للإنسان وجعلها بكيفية خاصة تفيد الإنسان في حياته الدنيوية وتكون أدلة على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى صفاته كما في آيات قرآنية تلوناها في الحلقة الماضية وسنتلو بعض الآيات الأخرى في هذه الحلقة فحاصل الاستدلال أنه الرب سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء هذا من الجهة النقلية القرآن الكريم يدلنا على ذلك والعقل أيضا يدل على أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فلكي لا نصف الرب سبحانه وتعالى بصفات هو منزه عنها الله سبحانه وتعالى جعل تلك الصفات في الممكنات في المخلوقات فأنت ترى صفة في المخلوقات فتعلم أن الرب سبحانه وتعالى منزه عن تلك الصفة إذا رأيت الشريك بين الناس تعلم أن الله ليس له شريك إذا رأيت المخلوقات هي مركبة تعلم أن الله سبحانه وتعالى ليس بمركب وإذا رأيت الأشياء محدودة تعلم أن الله سبحانه وتعالى ليس بمحدود إذا واحد هو مسلم مؤمن يعني المراحل السابقة قد طواها بالآية الشريفة ليس كمثله شيء يستدل له بذلك وإذا واحد مو مؤمن أو هو مؤمن لكن يريد يزداد بصيرة بحيث أنه إيمان يصير أقوى العقل أيضا يدل على ذلك لأنه إذا الخالق موصوف بصفات المخلوقين فما الذي جعله خالقا إذا هو متصف بصفات الخلق لماذا هو صار الخالق وهؤلاء لم يكونوا الخالق الخالق يعني إذا مثلا نفرض والعياذ بالله الرب سبحانه وتعالى جسم ومحدود مثلا وله ضد وله شريك وله ند وله كذا وكذا وكذا في زمان في مكان من الذي جعله هو الخالق دون فرعون لماذا فرعون لا يكون خالقا وهو يتصف بنفس الصفات الجواب على ذلك أنه الرب سبحانه وتعالى لا يتصف بصفات الممكنات لا يتصف بصفات فرعون لا يتصف بصفات الأصنام لا يتصف بصفات الناس ولا أي موجود آخر من المخلوقات فلذلك صار الخالق لأنه منزح عن كل تلك الصفات فصار وجود ضروري إذا صار وجود ضروري لا بداية له إذا لم تكن له بداية فهو الذي بدأ الأشياء بخلقها وتقديرها طبعا نحن في حلقات ماضية مفصلا شرحنا هذه البراهين لكن في الأحاديث هذه البراهين تتكرر لأنها أحاديث ألقيت على ناس مختلفين مضافا إلى أنه هذه المعارف التوحيدية تحتاج لها إلى تأكيد ولذلك أنت قد ترى فكرة واحدة في القرآن الكريم تتكرر مرات متعددة وليس هو في حقيقتي تكرار لأنه لا تكرار في القرآن ولكن الفكرة هي نفس الفكرة بأغراض مختلفة يؤتى بها يعني مثلا أوصاف الرب سبحانه وتعالى في القرآن مذكورة مرات كثيرة لماذا هذه الأوصاف مذكورة مرات كثيرة كل مكان بغرض لكن بالنتيجة الفكرة عندما تتكرر تتركز وتكون أبعد عن الزوال عن الأذهان فهذه الاستدلالات التي الآن نشير إليها إشارة مختصرة نحن في أحاديث ماضية فصلناها تفصيلا وقد اضطررنا إلى تكرارها حسب التكرر في الأحاديث وحسب أنه مثلا الحلقات المشاهدة يمكن واحد يشاهد حلقة دون حلقة أخرى فلذلك بحاجة إلى إشارة إلى ذلك ولكن بشكل مختصر فإذن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل آياته ودلائله في الوجود الذي خلقه في الآفاق في الأنفس لذلك الصفات التي هو منزه عنها جعلها في المخلوقات لكي نحن برؤية تلك الصفات وبمعرفة أن هذه صفات المخلوقات نعلم بأن الرب سبحانه وتعالى منزه عن تلك الصفات وقد ذكرنا أيضا مكررا أنه إذا رأينا لفظة واحدة تطلق على الرب وتطلق على الخلق مثلا عالم الله عالم وزيد عالم أيضا فهو في الحقيقة بمعنيين لا بمعنى واحد علم الله سبحانه وتعالى يختلف عن علم المخلوقات لأن علم المخلوقات علم حصولي أو حضوري وعلم الله سبحانه وتعالى فوق ذلك علم ليس بحصولي ولا بحضوري وإنما كنح ذلك العلم مجهول لنا المقدار الذي نعي ونفهم من علمه أنه ليس بجاهل لكن حقيقة ذلك العلم ما هي فهي غير معلومة لنا إذن علمه يختلف عن علمنا قدرته تختلف عن قدرتنا وجوده يختلف عن وجودنا فنأتي إلى هذا الحديث الإمام عليه الصلاة والسلام يقول وبمضادته بين الأشياء عرف أن لا ضد له وبمقارنته بين الأشياء عرف أن لا قرن له وهذا المقطع في الحلقة الماضية بيناه مفصلا ثم الإمام عليه الصلاة والسلام يذكر بعض الأمثلة ضاد النور بالظلمة النور والظلمة ضدان وهذا يدلنا على أن الله سبحانه وتعالى لا ضد له لأن كل الوجود مخلوقات له واليبس بالبلل واليبس بالبلل والخشن باللين والصرد بالحرور يعني البرد بالحر ثم بعد ذلك هذه أمثلة للمضادة الإمام يذكرها لتتضح الفكرة أن المقصود بالمضادة شنو هي الموجودات كلها بينها تضاد في بعض المفردات لكن الرب سبحانه وتعالى لا مضاد له لا ند له وإذا رأينا أن الناس يجعلون له ضدان أو ندان الناس يتخيلون ذلك وهو في الحقيقة ليس بضد ولا ند وإنما هو مخلوق لله سبحانه وتعالى مثلا إبليس لعنه الله هذا مخلوق لله محكوم بقدرة الله سبحانه وتعالى الله هو الذي أنظره فليس ضدا لله بمعنى أنه يكون وجوده كما تزعم الثانوية أنه إله الخير وإله الشر لا إله الخير له قدرة على إزالة إله الشر ولا إله الشر له قدرة على إزالة إله الخير كما تزعم الثانوية من المجوس كلا إبليس هو تحت قدرة الله سبحانه وتعالى ولذلك إذا نراجع القرآن نشوف إبليس لعنه الله حينما يذكره الله في القرآن إذا إبليس مقابل الرب يعبر عنه بإبليس وإذا مقابل الإنسان يعبر عنه بالشيطان على الأعم الأغلب لماذا؟ لأنه مقابل الرب لا مجال للشيطانة وإنما هناك إبلاس يعني يأس من الرحمة هو يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى فلذلك قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لماذا لم تسجد؟ لأنه هذا خالف الرب سبحانه وتعالى فمقابل الرب إبليس مقابل الناس الشيطان لأنه بشيطانته يحاول أن يغويهم إذن الله سبحانه وتعالى جعل المضاد بين الأشياء لكي نعلم أن صفة المضادة صفة الممكنات وكذلك جعل التآلف بين الأشياء الإمام يقول مؤلف بين متعادياتها يعني عناصر لا ربط لأحدها بالآخر لكن الله سبحانه وتعالى ألف بينها جمعها ركب يعني مثلا أنت عندما ترى بناء هذا البناء مركب من أي شيء مركب من الطابوق والإسمنت مثلا والطين والماء والجوص والحديد هذه عناصر مختلفة المهندس جاء وألفها بشكل والعامل بشكل بناء صارت جسد الإنسان الله خلقه من عناصر مختلفة كان يمكن أن يخلق الإنسان من عنصر واحد وكل الوجود يكون من عنصر واحد لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون عناصر مختلفة وأن تركب لكي تعلم بأن الله سبحانه وتعالى ليس مثلك الله سبحانه وتعالى ليس بجسم ليس مركب من أعضاء ليس مركب من عناصر لأن هذه صفة الممكنات مؤلف بين متعادياتها ومفرق بين متدانياتها هناك عناصر هي عنصر واحد أو هو عنصر واحد لكن متفرق الآن من الخصوصيات الموجودة في الكرة الأرضية هذا في البحث ذكرناه في مكان آخر حول القرآن الكريم أن القرآن هو كتاب التشريع والكون هذا هو كتاب التكوين هذا الكون حسب الإرادة التكوينية والقرآن حسب الإرادة التشريعية ولأنه ما من الرب سبحانه وتعالى فهناك أوجه من الشبح من أوجه الشبح أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل العناصر مثلاً في الأرض في مكان واحد تشوف الماء في كل مكان موجود الذهب في غالب الأماكن موجود النفط في غالب القارات موجود مثلاً وهكذا العناصر متفرقة في الكرة الأرضية وكذلك في سائر الكون الآن نتكلم في الكرة الأرضية الثروات هي ليست مجتمعة في مكان واحد أو فصول مثلاً نقول هذه القطعة من الأرض فقط حديد وتلك القطعة فقط ذهب وتلك القطعة مثلاً فقط تراب وتلك القطعة مثلاً ماء كلا هذه كلها ممتزجة بعضها بعضها بالبعض الآخر هذا بالنسبة إلى كتاب التكوين في كتاب التشريع البعض هكذا يسألون لماذا القرآن المطلب الواحد مفرق بين آيات مختلفة والسور مختلفة مثلاً بعض الأحيان تشوف مثلاً قصة من قصص القرآن مذكورة في عدة سور في هذه السورة جزء منها وفي تلك السورة جزء آخر وفي تلك السورة جزء ثالث الأحكام الشرعية قسم منها في سورة البقرة قسم منها في سورة آل عمران قسم منها في سور أخرى حتى المسألة الواحدة مثلاً في مسألة الطلاق هناك سورة باسم سورة الطلاق وبعض أحكام الطلاق مذكورة في سورة البقرة وهكذا لماذا؟ الجواب لأن القرآن هو كتاب التشريع لله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى لم ينزل القرآن مثل المصنفات حتى تكون فصول وكذلك وإنما أنزله لهداية الناس أنت حينما تستمع إلى تلاوة قرآن صفحة واحدة مثلاً فيها التوحيد وفيها النبوة وفيها المعاد وفيها جزء من الأحكام وفيها صفات الله سبحانه وتعالى لو كان مقرر أن يكون بشكل فصول الناس كانوا يحرمون من كثير من التعاليم لأن الناس ليس في كل يوم يستمعون إلى كل القرآن بالنتيجة الإنسان في مجلس من إذاعة في فاتحة مثلاً أو هو يفتح القرآن ويتلو أو يسبع كلما سمع من القرآن جزءاً ولو هذا الجزء يكون من مقدار صفحة أو نصف صفحة يكون في مطالب الهداية موجودة وهذا أهم من أن يكون القرآن بشكل فصول مثلاً الفصل الأول حول التوحيد الفصل الثاني حول النبوة الفصل الثالث مثلاً حول الإمامة حول المعاد بعد ذلك يبدأ بفصول مثلاً في الأحكام مثل الكتب الفقية كلا القرآن كتاب هداية للجميع في جميع الأعصار وكل صفحة منه وكل آية هي هداية فلازم تتضمن مفردات الهداية فالله سبحانه وتعالى ومفرق بين متدانياتها الأمور المتشابهة تتفرق لماذا هكذا؟ يقول عليه السلام دالة بتفرقها على مفرقها الدل على أن هناك رب هو لا يتصف بهذه الصفات وبتأليفها على مؤلفها إذا اجتمعت دال على أن هناك رب جمعها بهذه الكيفية يعني الآن مثلاً من الحلقات المفقودة في علم الأحياء عندما يدرسون أو علم طبقات الأرض أنه لماذا وجد الإنسان بهذه الكيفية؟ هم يقولون تطور هذه تطور فرضية أولاً لم يقوم عليها الدليل على رغم أنه في الحضارة الغربية حاولوا كثيراً إثبات هذه الفرضية هي فرضية لم يدل عليها دليل ولحد الآن لم يدل عليها الدليل يعني في الجامعات العلمية لا في التهريج الإعلامي في الجامعات العلمية يقولون أن هذه فرضية لا دليل عليها ولكن يقولون لماذا ندرسها؟ يقولون لأنه لا توجد لنا أو لا يوجد لنا خيار آخر وقبل فترة نقل أحد الإخوة أنه في بعض الجامعات أو المدارس في أمريكا قرروا أن يضيفوا النظرية الدينية في تكون الإنسان وتكون الخلق لأن تلك الفرضية فرضية داروين لا دليل عليها طبعاً هناك دليل على بطلانها لكن هم يقولون لا دليل عليها ويزعمون أن النظرية الدينية أيضاً لا دليل عليها فيذكرون هذه النظرية ويذكرون هذه النظرية وتقرر أن يفعلوا هكذا عسب ما نقل هذا الأخ لكن نحن حينما نأتي ونستدل بالبرهان العقلي نقول أن هذا التآلف وهذا التفرق الانفجار الكوني الكبير كما يقولون هذا لماذا حدث؟ لا يتمكنون من تفسير تفسير علمي وإنما يأتون بفرضيات وحتى ليست نظريات النظرية هي ما يمكن أن يستدل لها بأدلة لكن الفرضية مجرد فرضية فرض لم يقم عليه أي دليل حتى دليل ضعيف وإنما مجرد احتمال من الاحتمالات عندما نحن نأتي ونستدل نقول بأنه مستحيل أن يحدث هذا التغير إلا بأن يكون هناك مغير وهذا المغير هو الرب سبحانه وتعالى هذا أمير المؤمنين في هذا المقطع يشير إليه ونحن قد فصلناه فيما مضى أنه التغير الذي يحدث في المادة لا يمكن أن يكون إلا بمغير لماذا؟ لأن المادة هي لا شعورة لها لماذا هذه المادة تغيرت؟ يقولون كما ذكرنا فيما مضى أنه قبل 12 مليار سنة كان الكون مجتمع بشكل ذرة وهذه الذرة حسب ما يزعمون قديمة ثم انفجرت فتولد كل هذا الكون من النجوم والسماوات والأراضين والمجرات نقول إذا هذه الذرة هي أزلية من الذي أو من الذي سبب أن تنفجر؟ لماذا انفجرت؟ إذا هي من الأزل موجودة لماذا لم تنفجر قبل وقت الانفجار؟ الانفجار يحتاج إلى سبب إذا سبب داخلي زيان نقول هذه ليست أزلية بدأت وبدأت حركة فيها إلى انفجرت ولكن إذا كانت أزلية أزلية يعني لا بداية لها لا بداية لها معنى ذلك أنه المفروض أن لا يحدث فيها هذا الانفجار لأنه العامل الداخلي الموجود إذا كان موجود لازم أسبق من هذا الزمان بكثير وكل زمان يتصور يقال أنه أسبق من ذلك أيضا كان لازم يحدث هذا الانفجار أو كان المفروض أن لا يحدث هذا الانفجار أبدا البرهان أن الرب نستدل على ذلك أن الرب قديم لأنه لا يتغير وكل متغير حادث وقد فصلنا في هذا الأمر فيما مضى إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي ألف أو هو الذي فرق وهذا التأليف وهذه التفرقة تدل على أن الله سبحانه وتعالى ليس مؤلفا من أجزاء من عناصر ولا هذه العناصر يمكن أن تتفرق أصلا هو سالة بانتفاع الموضوع لا عناصر يتألف منها حتى تتفرق الإمام يقول وذلك قوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون من كل شيء من المخلوقات خلقنا زوجين يعني كل واحد مزدوج الذكر والأنثى هذا مصداق من مصادق زوجين كل شيء فيهما زوجين لعلكم تذكرون تذكر شنو شنو تلتفت إليه تلتفت يعني تعلم أن خالق الأزواج فرد لا شريك له الأزواج الزوج هذه صفة من صفات الممكنات فخالق هذه الأزواج لا يمكن أن يكون زوجا وإنما هو فرد واحد لأنه مززح عن صفات الممكنات الإمام يذكر مصادق أخرى فرق بين قبل وبعد ليعلم أن لا قبل له كل شيء من الممكنات له قبل وله بعد إحنا قبل أن نولد وبعد أن نموت الكرة الأرضية قبل أن توجد حسب ما يقولون مثلاً قبل أربع مليارات سنة وبعد أن تنفجر بانفجار الشمس حسب ما يقولون بعد أربع مليارات أو خمس مليارات سنة أخرى حينما تنتهي أو ينتهي ضوء الشمس إذا الشمس كورت على كل حال فالأشياء كلها لها قبل وبعد هذه صار صفة من صفات الممكنات فهذا الدليل على أن الله ليس في الزمان لا قبل له فهو الأول لا بعد له فهو الآخر فرق بين قبل وبعد ليعلم أن لا قبل له ولا بعد له بعد ذلك الإمام يذكر مثال آخر الأشياء لها طبائع وهذا الدليل على أن الله سبحانه وتعالى لا غريزة له لا طبيعة له لأنه خالق الطبيعة خالق الغريزة شاهدة بغرائزها أن لا غريزة لمغرزها يعني الأشياء لها طبيعة مثلا الماء طبعه بارد مثلا النار طبعها حار الإنسان له طبائع كل شيء له طبيعة الله سبحانه وتعالى له غريزة لا له طبيعة لا لأن كون الشيء ذا غريزة ذا طبيعة هذا في الممكنات والله سبحانه وتعالى ليس بممكن فلا غريزة له بمعنى أنه لا طبيعة له لا كيف له مخبرة بتوقيتها أن لا وقت لموقتها لأن الأشياء في الزمان فخالق الأشياء ليس في الزمان لأنه لا يتصف بصفاتها مثال آخر يذكر الإمام عليه الصلاة والسلام حجب بعضها عن بعض ليعلم أن لا حجاب بينه وبين خلقه الممكنات الممكنات محدودة والأمكنة والمسافات متباعدة أو الأزمنة مختلفة فالزمان والمكان يكون حجاب بين بعضها من البعض الآخر يعني نحن الآن هناك حجاب بيننا وبين الذين كانوا قبل ألف عام هذا الحجاب هو حجاب الزمان هناك حجاب بيننا وبين الذين سيولدون بعد ألف عام هذا حجاب الزمان الآن نحن في أي مكان الناس الذين هم في بلدان أخرى بيننا وبينهم حجاب هذا حجاب المكان فبين الأشياء توجد حجب لكن الله سبحانه وتعالى لا حجاب بينه وبين المخلوقات وإنما نحن غافلون لوجود حجب من ذاتنا يعني مثلا كمثال لتقريب الفكرة إلى الذهن إذا الشمس في وسط السماء في كبد السماء لا توجد غيوم وهذه الشمس تشرق أنت حينما تذهب في مكان في فضاء لا سقف فوقك لا جدران أو حواجز أطرافك لا حجاب بينك وبين الشمس ترى هذه الشمس وتدرك حرارتها لكن إذا واحد هو أعمى لا يرى هنا بينه وبين الشمس لا يوجد حجاب إلا من ذاته هذا لأنه أعمى ما يقدر يشوف الشمس أو إذا هو فاقد للحاسة ما يشعر بالحرارة هذه مو مشكلة الشمس ماكو حاجب بين الشمس وبين هذا الشخص إلا حاجب من نفسه نحن الآن حجب بيننا وبين الله لكن هذه حجب من أنفسنا وليست هذه الحجب لأن الله سبحانه وتعالى في مكان آخر أو في زمان آخر الله منزه عن الزمان ومنزه عن المكان هو محيط بكل شيء علما وقدرة ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يعني محيط بعلمه وقدرته وجوده جدا بديهي لماذا نحن نغفل عن الله سبحانه وتعالى لوجود حجب في ذاتنا الذنوب المعاصي الجهل الغفلة الله هذه بيننا وبين الرب سبحانه وتعالى تكون حجاب فإذا صارت حجاب من أنفسنا يجي واحد ينكر وجود الله سبحانه وتعالى لماذا ينكر لا لأن وجود الله سبحانه وتعالى ليس بواضح لا واضح وبديهي جدا لكن هذا حجب عليه ولذلك ينكر كثير من الجهل ينكرون بعض الحقائق الثابتة احنا نترك الغيب الحقائق العلمية الثابتة ينكرها لماذا لأن الجهله حجاب يسبب أن ينكر البديهيات فإذن بين الرب وبين المخلوقات ماكو حجاب الحجاب إنما هو بين الممكنات بعضها مع البعض الآخر لكن إذا أكو حجب من أنفسنا لذا الإمام عليه السلام يقول حجب بعضها عن بعض ليعلم أن لا حجاب بينه وبين خلقه كان ربا إذ لا مربوب يعني الله سبحانه وتعالى يستحق العبادة قبل أن يخلق الخلق كان ربا إذ لا مربوب وإلها إذ لا مألوه الله سبحانه وتعالى المألوه يعني المعبود الإله يعني الذي يعبد الله يستحق العبادة قبل أن يخلق الخلق وعالما إذ لا معلوم علمه لا يحتاج إلى وجود الأشياء اللي يعلم بها لا قبل أن يخلق الأشياء هو عالم بها وسميعا إذ لا مسموع لأنه عالم بالمسموعات قبل أن تخلق الأصوات قبل أن توجد الأصوات قبل أن الرب سبحانه وتعالى يخلق أحدا هو عالم بالأصوات عالم بالموجودات عالم بالمبصرات يستحق أن يعبد يستحق أن يتصف بأي صفات من صفات الكمال فإذن صفات الرب سبحانه وتعالى لا ترتبط بخلقه المخلوقات صفات الذاتية ذاتية عين ذاته وصفات الفعل صحيحية تنتزع من فعله سبحانه وتعالى يعني الخالق حينما يخلق الخلق ننتزع صفة الخلق حينما يرزق ننتزع صفة الرزق لكن هو يستحق هذه الصفات قبل أن يخلق شيئا وإنما فعلية هذه الصفات حينما خلق الأشياء وفعل الأفعال وهذا الكلام فيه تفصيل نتركه إلى وقت آخر فإذن الله سبحانه وتعالى كان ربا إذ لا مربوب يعني له قدرة على التربية قبل أن يخلق الخلق وإلها إذ لا مألوه يعني يستحق أن يعبد قبل أن يخلق شيئا وعالما إذ لا معلوم الصفة الراب والإله من صفات الفعل أما العلم من صفات الذات وسميعا إذ لا مسموع هذا أيضا من صفات الذات لأن السمع بمعنى علمه بالمسموعات فإذن هو يتصف بصفات الكمال الصفات الذاتية قبل أن يخلق وهو يستحق صفات الفعل قبل أن يخلق الخلق بهذا الكلام تنتهي خطبة أمير المؤمنين في جواب ذعلب اليماني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا وإياكم بأنوار المعرفة هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر